هكذا أصبحت معدات المزارعين ومصادر عيشهم في منطقة طورصة في الأزارق بمحافظة الظالع بعد أن استهدفها الحوثيون بصواريخ حرارية وقذائف الهاون دون أدنى مراعاة للوضع الإنساني الذي يمر به المزارعون في هذه المنطقة النائية والتي بات الكثير من أبناؤها على المحك جراء الوضع المعيشي والاكتصادي الهاش الذي خلفته خمس سنوات من الحرب العبثية التي أشعلتها ميليشيات الحوثية استهدفت هذه الميليشيات استهدفت واية ماء ينقل الماء لأسر تحتاج وصول الماء إليه من منطقة الغيل إلى منطقة مقاورة لمنطقة الغيل وبنفس الواقعة استهدفت حراثة تابعة لجمعية حورة الزراعية وقتل وراح ضحيتهم في الحراثة شهيد وقرحة هذه الميليشيات أهلكت الحرث والنسل ميليشيات لا تؤمن إلا بالقتل لا تؤمن إلا بالتعزير لا تؤمن إلا بضد حياة الإنسان وما يؤهل لحياة الإنسان صهريج الماء أيضا الذي يعد شريان حياة بالنسبة لسكان القرى استهدفته الميليشيات بصاروخ حراري لتقضع بذلك عن السكان كل سبل العيش ضمن سياستها القمعية في تجويع وترهيب اليمنيين تلك السياسة التي دأبت عليها فمن لم يمت في محارق الموت في الحرب التي افتعلتها قطعت عنه مصادر العيش ليموت جوعا استهدفها الحوثي بصاروخ حراري في حبيل السنب الاتواصة وهي تابعة للجمعية التعاونية الزراعية حورة الغنية والماتق المجاورة لحق ما حدث للمعدات الزراعية وصهريج المياه في طورصة انموذج لواقع الجرائم والانتهاكات الحوثية التي لا تتوقف في مديرية الأزارق وغيرها من المناطق التي طالها بطش الميليشيات التي تحاول إذلال المواطنين وتجويعهم بهدف الضغط عليهم وإلحاقهم إلى دوراتها الطائفية والدفع بهم لتعزيز جبهاتها المنهارة والحرب التي أكلت الأخضر واليابس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر